بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع كتاب الملل والنحل تأليف أبي الفتح محمد ابن عبد الكريم ابن أبي بكر أحمد الشهر السقاني يقول المؤلف في مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين بجميع محمده كلها على جميع نعمائه كلها حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله وصل الله على محمد المصطفى رسول الرحمة خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد وبعد فلما وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل والوقوف على مصادرها ومواردها واقتناس أوانسها وشواردها أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون وانتح له المنتحلون عبرة لمن استبصر واستبصارا لمن اعتبر ثم يكمل الشهر الثاني في مقدمته قائلا وقبل الخوض فيما هو الغرض لابد أن أقدم خمس مقدمات المقدمة الأولى في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة أي مطلقة على وجه العموم المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية المقدمة الثالثة في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها ومن مظهرها المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية انشع بها ومن مصدرها ومن مظهرها وانشع بها انقسامها وتفرقها المقدمة الخامسة في بيان السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب ولكن قبل البدء في شرح هذه المقدمات الخمسة دعونا نتعرف عن قرب عن من هو الشهر الثاني تابعونا بعد هذا الفاصل القصير لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة عدنا لحضراتكم هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشافعي المتكلم والمؤلف المشهور المولود سنة 479 والمتوفي سنة 548 هجرية ببلدة شهرستان الواقعة في شمال خرسان وبها نشأ وتلقى العلوم على شيوخ عصره مثل أحمد الخوفي وأبي القاسم الأنصري وأبي الحسن المدائني وأبي نصر بن القاسم القشيري وظهر ميله إلى التحصيل وإقباله على الدرس منذ صغره وامتاز بجودة الفهم والاستنتاج والاستقصاء في البحث والتعمق في تناول الموضوعات والبعد عن الهوى والاعتدال في إصدار الأحكام وصحة المنهج الذي يسلكه في بحوثه والإحاطة بالموضوع من جميع نواحيه وكان كغيره من علماء عصره يكثر من الرحلات والانتقال من جهة الإلاجها والاجتماع بعلماء تلك الجهات وتلاميذها وعقد مجالس الدرس في مساجدها فطوف بنواحي خوارزم أخرسان وحينما بلغ الثلاثين من عمره شد رحاله إلى مكة لأداء فريضة الحج سنة 510 هجرية وبعد أن فرغ من أداء الفريضة غادر مكة قاصدا بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام ألقى في خلالها كثيرا من الدروس النافعة بالمدرسة النظامية وكان كبار العلماء يحضرون لسماعه والاستفادة منه ثانيا لماذا اهتم علماء المسلمين بدراسة الأديان وقد اهتم المسلمون بدراسة الأديان والمذاهب لنرد على أصحابها وألفوا في ذلك كتبا بعضها خاص بطائفة من الطائف وبعضها عام فألف أبو الحسن الأشعري كتابه مقالات الإسلاميين والذي سوف نتأناوله فيما بعد بالشرح والتفصيل وألف عبد القاهر البغداري كتابه الفرق بين الفرق وتم بحمد الله شرح هذا الكتاب على هذه القناة كما ألف ابن حزم الظاهري كتابه الفصل في الملل والنحل أما الكتب الخاصة فمثل تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرضولة للبيروني والكتب الكثيرة التي وضعت في الرد على النصارى واليهود أو في رد بعض الفرق الإسلامية على بعضها الآخر ثالثا مميزات كتاب الملل والنحل إلا أن كتاب الملل والنحل للشهر الثاني يمتاز عن غيره من الكتب التي ألفت في هذا الموضوع بميزة جعلته فريدا في بابه فهو دائرة معارف مختصرة للأديان والمذاهب والفرق وللآراء الفلسفية المتعلقة بموراء الطبيعة التي عرفت في عصر المؤلف وقد حاز هذا الكتاب إعجاب الناس وتقضي لهم في الشرق والغرب فنجد مثلا العالم الألماني هابركر يقول في مقدمة ترجمته للملل والنحل بواسطة الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل نستطيع أن نسد الثغرة في تاريخ الفلسفة بين القديم والحديث وقال العالم الألماني ملخ وكان في عصره من المتخصصين في الفلسفة اليونانية إنه لا يشك في صحة ما نسبه الشهر الثاني من الأقوال إلى ديمقريتس على الرغم من أنه لم يجد هذه الأقوال محفوظة ما بين ما نقله كتاب الإغريق عن ديمقريتس رابعا الانتقادات والمعارضات التي أجهت على كتاب الملل والنحل وعلى الرغم من المميزات السابقة للكتاب إلا أننا نجد أحمد أمين يتنقص من قدر الشهر الثاني ويطعا في قيمته العلمية ويقلل من شأنه فيقول في مقدمة قصة الفلسفة اليونانية ما نصه ورأيت مؤلف العرب كالشهر الثاني والقفطي أمثالهما قد خلقوا حقا وباطلا فكثيرا ما نسبوا القول إلى غير قائله وترجموا حياة الفيلسوف ترجمها لا يقررها التاريخ الصحيح وخلعوا عليها من خيالهم الإسلامي ما لا يتفق وحياة الفلاسفة اليونانيين الوثنيين ولا شك في أن أحمد أمين لم يكن موفقا إلى صواف فيما قاله عن الشهر الثاني وإليك الأدلة على ذلك رقم واحد قال الشهر الثاني تحت عنوان رأي تاليس منصه ومن العجب أنه نقل عنه أن المبتدع الأول هو الماء قال الماء قابل لكل صورة ومنه أبدع الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينهما وهو علت كل مبتدع وعلت كل مركب من العنصر الجسماني فذكر أن من جمود الماء تكونت الأرض ومن إنحلاله تكون الهواء ومن صفوة الهواء تكونت النار ومن الدخان والأبخرة تكونت السماء ومن الاشتعال الحاصل من الإثير تكونت الكواكب فضارت حول المركز دوران المسبب على سببه بالشوق الحاصل فيها إليه جاء في قصة الفلسفة اليونانية لأحمد أمين تحت عنوان طريق صفحة 19 منصته وإذا اغتمس الفكر الإنساني مادة تكون أصلا لكل ما يشمل الوجود من ظواهر فلن يصادف إلا عددا قليلا من ألوان المادة التي يجوز عقلا أن تكون كذلك إذا لابد لتلك المادة الأولية المنشودة أن تكون مرنة شديدة المرونة في قبليتها للتشكل في صور مختلفة وأن لا تكون محدودة الصفات محصورة الخواص حتى تتسع لكل شيء أفلا تستطيع أن تحرز ماذا تكون تلك المادة الأولية عند قوم يتخامون البحر فترسخ في نفوسهم صورته ويدوي في أسمعهم هديره كلما أمسى مساء أو أصبح صباح إنها الماء فليس عجيبا إذن أن ينهضط آليس أول فيلسوف عرفته الدنيا وأجمع على فلسفته المؤرخون ويجهر بأن الماء هو قوام الموجودات بأسرها فلا فرق بين هذا الإنسان وتلك الشجرة وذلك الحجر إلا الاختلاف في كمية الماء الذي يتركب منها هذا الشيء أو ذلك أليس الماء يستحيل إلى صور متنوعة فيصعد في الفضاء بخارا ثم يعود فيهبط فوق الأرض مطرا ثم يصيبه برد الشتاء فيكون ثلجا وإذن فهو غاز حينا وسائل حينا وصل بحينا وكل ما يقع في الوجود لا يخرج عن إحدى هذه الصور السلاس كان الماء عند تأليس هو المادة الأولى التي صدرت عنها الكائنات وإليها تعود انتهى كلام أحمد أمين وبالمقارنة بينه وبين كلام الشهرستاني لا نجد أي فرق بين ما ذكره الشهرستاني عن تأليس وبين ما ذكره أحمد أمين بل إن الشهرستاني كان أدق في عبارته وفي تناوله للموضوع من أحمد أمين الذي تبدو عليه السطحية والسزاجة رقم اثنين ربط الشهرستاني بينما قاله تأليس عن الماء وبينما جاء في سفر التكوين السابق على عصر تأليس وهو إن مبدأ الخلق هو جوهر خلقه الله تعالى ثم نظر إليه نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء ثم ثار من الماء بخار مثل الدخان فخلق منه السماوات وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال في حين نجد أن أحمد أمين علل رأي تأليس الماء بأن هذا الفيلسوف كان يسكن على شاطئ البحر ويسمع هدير الماء صباح مساء ويرد على هذا الرأي الفاسد أن هناك فلاسفة كانوا يسكنون على شاطئ البحر وفي نفس المدينة التي كان يقيم بها تأليس ولكنهم لم يقولوا إن الماء هو المبدع الأول الذي ظهرت منه سائر الموجودات وانظر إلى ما أورده الشهر ستاني تحت عنوان رأي أنكساغورس وهو قال إن مبدع الموجودات هو جسم أول متشابه لأجزاء وهي أجزاء لطيفة لا يدركها الحس ولا ينالها العقل منها كونا الكوكب العلوي منه السفلي لأن المركبات مصبوقة بالبصائط والمختلفات أيضا مصبوقة بالمتشابهات وحكى فرفريوس عنه أنه قال إن أصل الأشياء جسم واحد موضوع الكل لا نهاية له ولم يبين ما ذلك الجسم أهو من العناصر أم خارج عن ذلك قال ومنه تقهر جميع الأجسام والقوة الجسمانية والأنواع والأصناف وجاء عند أحمد أمين صفحة 22 كلا لا يمكن أن يكون الماء أصلا للوجود فمهما بلغ الماء من المرونة وقابلية التشكل فهو ذو صفات معروفة معينة تستطيع أن تميزه بها عن المواد الأخرى إنما أصل الكون مادة لا شكل لها ولا نهاية لها ولا حدود وقال الشهرستاني تحت عدوان رأي أنكي منس ما نصه ونقل عنه أيضا أن أول الأوائل من المبدعات والهواء ومنه تكون جميع ما تكون في العالم من الأجرام العلوية والسفلية قال ما كونا من صف الهواء المحض لطيف روحاني لا يدثر ولا يدخل عليه الفساد ولا يقبل الدنس والخبس وما كونا من قدر الهواء كثير جسماني يدثر ويدخله الفساد ويقبل الدنس والخبس فما فوق الهواء من العوالم فهو من صفوه وذلك عالم الروحانيات وما دون الهواء من العوالم فهو من كدره وذلك عالم الجسمانيات ولعله جعل الهواء أول الأوائل لموجودات العالم الجسماني كما جعل العنصر أول الأوائل لموجودات العالم الروحاني وهو على مثال مذهب تاليس إذ أثبت العنصر والماء في مقابلته وهو قد أثبت العنصر والهواء في مقابلته رقم 3 وقال الشهر الثاني تحت عنوان رأي أنكي ماس ما نصه وعند أحمد أمين صفحة 24 إذا كان الماء الذي فرضه تاليس أصلا للكون لم يصادف من العقل اطمئنانا لأنه ليس من الشمول بحيث يسعى الكون بأسره وإذا كانت مادة إكس ميندر التي ليس لها شكل ولا حدود لم تسلم من النقد فقد نهض إكس مينس واختار مادة ثالثة فيها الشمول الذي ينقص الماء وفيها الصفات التي تعود مادة إكس ميندر ألا وهي الهواء وهو صفات معروفة لا تنكر وهو في نفس الوقت يشيع في كل أنحاء الوجود يغلف الأرض ويملأ في نظره جوانب السماء بل ويتغلغل في الأشياء والأحياء مهما دقت أليست الحياة في صميمها أنفاسا من الهواء تتردد في الصدر شهيقا وزفيرا إذن فهو الجوهر الأول الذي صدرت عنه جميع الكائنات يتكاثف حينا فيكون شيئا ويتخلل حينا فيكون شيئا آخر والهواء إذا أمعن في تخلقله إنقلب نارا فإذا ارتفعت كونة الشموس والأقمار وإذا هو أمعن في التكاثف إنقلب سحابا ثم أنزل السحاب ماء ثم تجمد الماء فإذا هو تربط وصخور هذه أمثلة كافية تبين بوضوح كيف تجنى أحمد أمين على الشهر الثاني حين وصفه بأنه يخلط حقا بباطل في الفلسفة اليونانية وأخيرا خامسا الكتب التي ألفها الشهر الثاني للشهر الثاني مؤلفات كثيرة نذكر منها رقم واحد المصارعة قال ابن قيم الجوزية صفحة 263 الجزء الثاني إغاثة اللافان وصارع محمد الشهر الثاني ابن سيناء في كتاب سماه المصارعة أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه للعالم فقام له نصير الإلحاد وقعد ونقده بكتاب سماه مصارعة المصارعة ووقفنا على الكتابين نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام وأنه لا يعلم شيئا وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره ولا يبعث من في القبور ونصير الإلحاد الذي ذكره ابن القيم هو نصير الدين التنصي رقم اتنين الكتاب الثاني نهاية الأقدام في علم الكلام نشره المستشرق الإنجليزي ألفرد جيون سنة 1934 رقم ثلاثة الجزء الذي لا يتجزأ الحقه ألفرد جيون بالكتاب السابق أربعة الإرشاد إلى عقائد العباد ذكره الشهر الثاني في كتابه نهاية الأقدام خمسة شبهات أرستو طاليس وابن سينة ونقضها ذكره الشهر الثاني رقم ستة نهاية الأوهام أشار إليه الشهر الثاني في كتابه نهاية الأقدام وهناك كتب أخرى لسبها إليه بعض المؤرخين ولم نعثر عليها وقد ترجم كتاب الملل والنحل إلى اللغة الفارسية والتركية والألمانية وطبع في أوروبا عدة طبعات وفي فارس والهند وتركيا وظهرت منه في مصر عدة طبعات وعني بعضها بتخريجه وتحقيقه والتعليق عليه وسنوالي في الحلقات التالية إن شاء الله نشر ما جاء في هذا الكتاب تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع كتاب الملل والنحل للشهر الساني المقدمة الأولى في بيان تقسيم العالم جملة مرسلة على وجه العموم تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قسم علماء الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والفرق والمذاهب العالم من حيث الفرق والديانات إلى أربع أقسام من حيث الناس والأقطار والأمم والأراء وهذا الإجمال سوف نتابعه بهذا التفصيل أولا من حيث الناس من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأقاليم السبعة وأعطى أهل كل إقليم حظه من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدل عليها الألوان والألسن ثانيا من حيث الأقطار ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربع التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال ووفر كل قطر حقه من اختلاف الطبائع وتباين الشرائع ثالثا من حيث الأمم ومنهم من قسمهم بحسب الأمم فقال كبار الأمم أربعة العرب والعجم والروم والهند ثم زاوج بين أمة وأمة فذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الأمور الروحانية والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء والحكم بأحكام الكيفيات والكميات واستعمال الأمور الجسمانية رابعا من حيث الأراء ومنهم من قسمهم بحسب الآراء والمذاهب وذلك غرضنا في تأريف هذا الكتاب هكذا يقول الإمام الشهرستاني وهم منقسمون بالقسم الصحيحة الأولى إلى أهل الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل فأرباب الديانات مطلقا مثل المجووس واليهود والنصارى والمسلمين وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة والدهرية والصابقة وعبدت الكواكب والأوثان والبراغمة والدهري هو القائل بفناء الظهر وهو الذي لا يؤمن بالحياة الأخرى ويفترق كل منهم فرقا فأهل الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها فافترقت المجووس على سبعين فرقة واليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة والناجية أبدا من الفرق واحدة إذ الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة ولا يجوز أن يكون قضيتان متناقدتان متقابلتان على شرائع التقابل إلا وأن تقتسم الصدق والكذب فيكون الحق في إحداهما دون الأخرى ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول المعقولات بأنهما محقان صادقان وإذا كان الحق في كل مسألة عقلية واحدة فالحق في جميع المسائل يجب أن يكون مع فرقة واحدة وإنما عرفنا هذا بالسمع وعنه أخبر التنزيل في قول الله عز وجل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمته على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة والباقون هلكا قيل ومن الناجية قال أهل السنة والجماعة قيل وما السنة والجماعة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي غاهرين على الحق إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام لا تكتمعوا أمتي على ضلالة وإلى أن نلتقي مع المقدمة الثانية لكم خالص تحياتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية يقول الإمام الشهرستاني اعلم أن لأصحاب المقالات أرقا في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند إلى أصل نص ولا عن قاعدة مخبرة عن الوجود فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة وإلا فتكاد تخرج المقالات عن الحد والحصر والعد ويكون من انفرض بمسألة في أحكام الجواهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات فلابد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط إلا أنهم استرسلوا في إراد مذاهب الأمة كيف اتفق وعلى الوجه الذي وجد لا على قانون مستقر وأصل مستمر فاتهدت على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار القاعدة الأولى الصفات والتوحيد فيها وهي تشتمل على مسائل الصفات الأزلية إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة وبيان صفات الذات وصفات الفعل وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة القاعدة الثانية القدر والعدل فيه وهي تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر والكسب وإرادة الخير والشر والمقدور والمعلوم إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية القاعدة الثالثة الوعد والوعيد والأسماء والأحكام وهي تشتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتفكير والتضليل إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند جماعة أخرى وفيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية القاعدة الرابعة السمع والعقل والرسالة والإمامة وهي تشتمل على مسائل التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح واللطف والعسماء في النبوة وشرائط الإمامة نصا عند جماعة وإجماعا عند جماعة وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص وكيفية إثبتها على مذهب من قال بالإجماع والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعرية فإذا وجدنا انفراض واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا وجماعته فرقة وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا وجماعته فرقة بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها مقالته ورددنا باقي مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهبا مفردا فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية فإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبينت أقسام الفرق الإسلامية وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض كبار الفرق الإسلامية أربع واحد القدارية اثنين الصفاتية ثلاثة الخوارج أربع الشيعة هم يتركبوا بعضها مع بعض ويتشعبوا عن كل فرقة الأصناف فتصل إلى 73 فرقة ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب أحدهما أنهم وضعوا المسائل أصولا ثم أوردوا في كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة والثاني أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مثألة وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة لأني وجدتها أضبط للأقسام وأليق بباب الحساب وشرطي على نفسي هكذا يقول الإمام الشهر الثاني مؤلف الكتاب أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر ولا حجر عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه من باطله وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل وبالله التوفيق صلى الله على سيدنا محمد المقدمة الثالثة من كتاب الملل والنحل في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها في الأول ومن مظهرها في الآخر يقول الإمام الشهر الثاني اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النصر واختياره الهوى في معارضة الأمر واستجباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين وانشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات وسارت في الخليقة وصارت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة وتلك الشبهات مصدورة في شرح الأناجيل الأربعة إنجيل لوقا ومركس ويوحنى ومتا ومصدورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود لآدم والامتناع منه فما هي هذه المناظرة وكيف كانت مناظرة إبليس مع الملائكة والتي يعلق فيها لماذا رفض السجود لآدم قال كما نقل عنه إني سلمت أن الباري تعالى إلهي وإله الخلق عالم قادر ولا يسأل عن قدرته ومشيئته وأنه مهما أراد شيئا قال له كن فيكون وهو حكيم إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة قالت الملائكة ما هي وكم هي قال لعنه الله سبع الأول منها أنه قد علم قبل خلقي أي شيء يصبر عني ويحصل مني فلما خلقني أولا وما الحكمة في خلقه إياي والثاني إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلما كلفني بمعرفته وطاعته وما الحكمة في هذا التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية والثالث إذ خلقني وكلفني فالتزمت بتكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفته وأطعت فلما كلفني بطاعة آدم والسجود له وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعته إياه والرابع إذ خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني بهذا التكليف على الخصوص فإذا لم أسجد لآدم فلما لعنني وأخرجني من الجنة وما الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولي لا أسجد إلا لك والخامس خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا فلم أطع فلعنني وأطردني فلما ضرقني أي جعل لي طريقا إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا وغررته بوسوستي فأكل من الشجرات المنهية عنها وأخرجه من الجنة معي وما الحكمة في ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة لا استراح مني آدم وبقي خالدا فيها والسادس إذ خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني ثم أرقني إلى الجنة وكانت الخصومة بيني وبين آدم فلم صلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يرونني وتؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يحتالهم عنها أي يحولهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى بهم وأليق بالحكمة والسابع سلمت هذا كله خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا وإذ لم أطع لعنني وطردني وإذا أردت دخول الجنة مكنني وطرقني وإذا عملت عملي أخرجني ثم صلطني على بني آدم فلما إذا استمهلته أمهلني فقلت أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح آدم والخلق مني وما بقي شر ما في العالم أليس بقاء العالم على نظام الخير خير من امتزاجه بالشر قال فهذه حجتي على ما ادعيته في كل مسألة قال شارح الإنجيل فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام قولوا له إنك في تسليمك الأول أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص إذ لو صدقت أني إله العالمين محتكمت علي بلما فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق مسؤولون وهذا الذي ذكرته مذكور في التوراه ومستور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول من المعلوم الذي لا مريت فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ونشأت من شبهاته وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادات انكار البضع والضلالات إلى سبع ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق الزيغ والكفر والضلال هذه الشبهات وإن اختلفت العبارات وتباينت الأرق فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور وترجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق وإلى الجنوح إلى الهواء في مقابلة النص هذا ومن جادل نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم المعين كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم وجحد أصحاب الشرائع والتكليف بأسرهم إذ لا فرق بين قولهم أبشر يهدوننا وبين قوله أأزجد لمن خلق طينا وعن هذا صار مفصل الخلاف ومحز الإفتراق ما هو في قول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كما قال المتقدم في الأول ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذوا به من قبل فالعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل لازمه أن يجري حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق في الخالق فالأول ولو والثاني تقصير فثار من الشبهة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلات من الرافد حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الإله وثار من الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصروا في وصفه تعالى حتى وصفوه بصفات المخلوقين فالمعتزلة مشبهة الأفعال والمشبهة حلولية الصفات وكل واحد منهم أعور بأي عينيه شاء فإنما قال إنما يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق ومن قال يوصف الباري تعالى بما يوصف به الخلق أو يوصف الخلق بما يوصف به الباري تعالى فقد اعتزل عن الحق وسنخ القدرية طلب العلة في كل شيء وذلك من سنخ اللعين الأول إذ طلب العلة في الخلق أولا والحكمة في التكليف ثانيا والفائدة في تكليف السجود لآدم عليه السلام ثالثا وعنه نشأ مذهب الخوارج إذ لا فرق بين قولهم لا حكم إلا لله ولا نحكم الرجال وبين قوله لا أسجد إلا لك أسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون وبالجملة كلا طرفي قصد الأمور أميم فالمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات والمشبهة قصروا حتى وصفوا الخالق بصفات الأجسام والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول والخوارق قصروا حتى نفو تحكيم الرجال وأنت ترى إذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين الأول وتلك في الأول مصدرها وهذه في الآخرة مظهرها وإليه أشار التنزيل في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وشبه النبي صلى الله عليه وسلم كل فرقة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم السلفة فقال القدرية مجوس هذه الأمة وقال المشبهة يهود هذه الأمة والروافض نصاراها وقال عليه الصلاة والسلام جملة لتسلكن سبل الأمم قبلكم حضو القرية بالقرية والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه صلى الله عليه وسلم المقدمة الرابعة من كتاب الملل والنحل في من أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية انشعارها ومن مصدرها ومن مظهرها يقول الإمام أشارستاني وكما قررنا أن الشبهات التي وقعت في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان كذلك يمكن أن نقرر في زمان كل نبي ودور صاحب كل ملة وشريعة أن شبهات أمته في آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار والمرحدين وأكثرها من المنافقين وإن خفي علينا ذلك في الأمم السالفة لتمادي الزمان فلم يخف في هذه الأمة أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافق زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى وشرعوا فيما لا مصرح للفكر فيه ولا مصرح وسألوا عما منعوا من الخوض فيه والسؤال عنه وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه أولا أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم خروجا صريحا واعتبر حديث ذي الخويصرة التميمي إذ قال أعدل يا محمد فإنك لم تعدل حتى قال عليه الصلاة والسلام إن لم أعدل فمن يعدل فعاد العين وقال هذه قسمة ما أريد بها وجو الله تعالى وذلك خروج صريح على النبي صلى الله عليه وسلم ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجيا فمن اعترض على رسول حق بأن يكون خارجيا أوليس ذلك قولا بتحسين العقل وتطبيحه وحكما بالهوى في مقابلة النص واستكبارا عن الأمر بقياس العقل حتى قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضئي هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال من ضئي صدق أيمني محتد صدق يعني سيخرج من جنس هذا الرجل ومن يهئ من يقول مثل قوله ومن هو على شاكلته واعتبر حال طائفة أخرى من المنافقين يوم أحد إذ قالوا هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وقولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فهل ذلك إلا تصريح بالقضر وهو قول طائفة من المشركين لو شاء الله ما أعبدنا من دونه من شيء وقول طائفة أنا طعم ما لو يشاء الله أطعمه فهل هذا إلا تصريح بالقضر واعتبر حال طائفة أخرى حيث جادلوا في ذات الله تفكرا في جلاله وتصرفا في أفعاله حتى منعهم وخوفهم بقوله تعالى ويسر الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فهذا ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام وهو على شوكته وقوته وصحة مدنه والمنافقون يخادعون يظهرون الإسلام ويطنون الكفر وإنما يظهر نفاقهم بالاعتراض في كل وقت على حركاته وسكناته فصارت الاعتراضات كالبذور وظهرت منها الشبهات كالزروع ثاني الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته بين الصحابة رضي الله عنهم فهي اختلافات اجتهادية كما قيل كان غرضهم منها إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين الخلاف الأول أول تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام في مرواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه قال ائتوني بدوات وقرطاص أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللغة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عندي الأنازع قال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاف الثاني في مرضه أنه قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تقلف عنه فقال قوم يجب علينا امتثال أمره وأسامة قد برز من المدينة وقال قوم قد اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه فنصبر حتى نغصر أي شيء يكون من أمره وإنما أوردت هذين التنازعين تلكذا يقول الإمام أشارستاني لأن المخالفين ربما عدوا ذلك من الخلافات المؤثرة في أمر الدين وليس كذلك وإنما كان الغلط كله إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب وتسكين ثائرة الفتنة المؤثرة عند تقلب الأمور أي تسكين ثائرة الفتنة والثورة التي تزلزل النفوس والقلوب الخلاف الثالث في موته عليه الصلاة والسلام قال عمر بن الخطاب من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفه هذا وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام وقال أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد إله محمد فإن إله محمد حي لم يمت ولن يموت وقرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فرجع القوم إلى قوله وقال عمر رضي الله عنه كأني ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر الخلاف الرابع في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام أراد أهل مكة من المهاجرين رده إلى مكة لأنها مسقط رأسه ومأنس نفسه وموطئ قدمه وموطئ أهله وموقع رحله وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته ومدار نصرته وأراد الجماعة نقله إلى بيت المقدس لأنه موضع دفن الأنبياء ومنه معراجه إلى السماء ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة لما روي عنه عليه الصلاة والسلام الأنبياء يدفنون حيث يموتون الخلاف الخامس في الإمامة وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان وقد سهل الله تعالى في الصدر الأول فاختلف المهاجرون والأنصار فيها فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد بن عباد الأنصري فاستدركه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الحال بأن حضر سقيفة بني ساعدة وقال عمر كنت أزور في نفسي كلاما في الطريق يعني أحسن كلاما وأقومه وأنمقه وأذوقه حتى أقوله في السقيفة فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلم فقال أبو بكر ما هي عمر يعني توقف يا عمر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه يخبر عن غيب فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه فباعته وبايعه الناس وسكنت الفتنة إلا أن بيعت أبي بكر كانت فلتة يعني دون تدبر وتمهل وقال الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنها تغره يجب أن يقتل وتغره معناها غرر بنفسه تغريرا عرضها للهلاك وإنما سكتت الأنصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وهذه البيعة التي جرت في السقيفة ثم لما عاد إلى المسجد انثال الناس عليه وبايعوه عن رغبة سوى جماعة من بني هاشم وأبي سفيان من بني أمية وأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان مجغولا بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من تجهيزه ودفنه وملازمت قبره من غير منازعة ولا مدافعة الخلاف السادس في أمر فدك والتغارس عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى فاطمة عليها السلام وراثة أنتارة وتمليكا أخرى حتى دفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وفدك قرية شمال المدينة كانت لليهود ولما انهزم يهود خيبر خشى يهود فدك على أنفسهم فسلموا قريتهم للنبي صلى الله عليه وسلم دون قتال فكانت خالصة له ينفق منها على نفسه وعلى بعض المحتاجين من بني هاشم الخلاف السابع في قتال مانع الزكاة فقال قوم لا نقاتلهم قتال الكفرة وقال قوم بل نقاتلهم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ومضى بنفسه إلى قتالهم وعافقه جماعة الصحابة بأسرهم وقد أدى اجتهاد عمر رضي الله عنه في أيام خلافته إلى رد السباية والأموال إليهم وإطلاق المحبوسين منهم والإفراج عن أسراهم الخلاف الثامن في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة ووقت الوفاة فمن الناس من قال قد وليت علينا فظا غليظا وارتفع الخلاف بقول أبي بكر لو سألني ربي يوم القيامة لقلت وليت عليهم خيرهم لهم وقد وقع في زمانه اختلافات كثيرة في مساء المراث الجد والإخوة والكلالة وفي عقل الأصابع وديات الأسنان وحدود بعض الجرائم التي لم يرد فيها نص وإنما أهم أمورهم الاشتغال بقتال الروم وغزو العجم وفتح الله تعالى الفتوح على المسلمين وكثرت السباية والغنائم وكانوا كلهم يصدرون عن رأي عمر رضي الله عنه وانتشرت الدعوة وغهرت الكلمة ودانت العرب ولانت العجم الخلاف التاسع في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها واتفقوا كلهم على بيعة عثمان رضي الله عنه وانتظم الأمر واستمرت الدعوة في زمانه وكثرت الفتوح وامتلأ بيت المال وعاشر الخلق على أحسن خلق وعاملهم بأفسط يد غير أن أقاربه من بني أمية قد ركبوا نهابر فركبته وجاروا فغير عليه ووقعت في زمانه اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني أمية ونهابر يعني مهالك جمع نهبورة بضمنون فيهما ومحالة أي محمولة ومنسوبة إليه وهو منها براء منها رده الحكم ابن أمية إلى المدينة بعد أن رده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى طريض رسول الله وبعد أن تشفع إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيام خلافتهما فما أجاب إلى ذلك ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخة ومنها نفيه أبا ذرن إلى الربذة وهي من قرى المدينة وتزويجه مروان ابن الحكم بنته وتسليمه خمس غنائم إفريقية له وقد بلغت مئتي ألف دينار ومنها إيواءه عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح وكان رضيعه بعد أن أهضر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وتوليته إياه مصر بأعمالها وتوليته عبد الله بن عامر البصرة حتى أحدث فيها ما أحدث إلى غير ذلك مما نقم عليه وكان أمراء بنوده معاوية ابن أبي سفيان عامل الشام وسعد ابن أبي وقاس عامل الكوفة وبعده الوليد ابن عبة وسعيد ابن العاص وعبد الله بن عامر عامل البصرة وعبد الله بن سعد ابن أبي صرح عامل مصر وكلهم قذلوه ورفضوا حتى أتى قدره عليه وقتل مظلوما في داره فثارت الفتنة من الظلم الذي جرى عليه ولم تسكن بعد الخلاف العاشر في زمان أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له فأوله خروج طلحة والزبير إلى مكة ثم حمل عائشة إلى البصرة ثم نصب القتال معه ويعرف ذلك بحرب الجمل والحق أنهما رجعا وتابا إذا ذكرهما أمرا فتذكراه فأما الزبير فقتله ابن جرموز بقوس وقت الانصراف وهو في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر قاتل ابن صفية بالنار وأما طلحة فرماه مروان ابن الحكم بسهم وقت الإعراض فخر ميتا وأما عائشة رضي الله عنها فكانت محمولة على ما فعلت ثم تابت بعد ذلك ورجعت والخلاف بينه وبين معاوية وحرب صفين ومخالفة الخوارج وحمله على التحكيم ومغادرة عمر بن العاص أبا موسى الأشعري وبقى الخلاف إلى وفاته مشهور وكذلك الخلاف بينه وبين الشراط المارقين بالنهران عقدا وقولا وقت الإعراض وقت أن أعرض عن القتال أي كفى واعتزل بالحرب والشراط الخوارج الواحد شار سموا بذلك لقولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله ونسب القتال معه فعلا ظاهرا معروفا كل جملة كان علي رضي الله عنه مع الحق والحق معه وظهر في زمانه الخوارج عليه مثل الأشمس بن قيس ومسعود بن فتكي التميمي وزيد بن حسين الطائي وغيرهم وكذلك ظهر في زمانه الولاة في حقه مثل عبد الله بن سبأ وجماعة معه ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يهلك فيه اثنان محب غال ومبغض قال يقصد النبي علي رضي الله عنه ثالثا الاختلافات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى قسمين الاختلاف في الإمامة والاختلاف في الأصول رقم واحد الاختلاف في الإمامة وهي على وجهين الأول القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار الثاني أن الإمامة تثبت بالنص والتعيين بالنسبة إلى القول الأول من قال إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار قال بإمامة كل من اتفقت عليه الأمة أو جماعة معتبرة من الأمة إما مطلقا وإما بشرط أن يكون قراشيا على مذهب قوم وبشرط أن يكون هاشميا على مذهب قوم إلى شرائط أخرى كما سيأتي ومن قال بالأول قال بإمامة معاوية وأولاده وبعدهم بخلافة مروان وأولاده والخوارج اجتمعوا في كل زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهم ويجري على سنن العدل في معاملتهم وإلا خللوه وخلعوه وربما قتلوه القول الثاني من قالوا إن الإمامة تثبت بالنص اختلفوا بعد علي رضي الله عنه فمنهم من قال إنه نص على ابنه محمد ابن الحنفية وهؤلاء هم الكيسانية ثم اختلفوا بعده فمنهم من قال إنه لم يمت ويرجعوا فيملأ الأرض عدلا ومنهم من قال إنه مات وانتقلت الإمامة بعده إلى ابنه أبي هاشم وافترق هؤلاء فمنهم من قال الإمامة بقيت في عقبه وصية بعد وصية ومنهم من قال إنها انتقلت إلى غيره واختلفوا في ذلك الغير فمنهم من قال هو بنان ابن سمعان النهدي ومنهم من قال هو علي ابن عبد الله ابن عباس ومنهم من قال هو عبد الله ابن حرب الكندي ومنهم من قال هو عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب وهؤلاء كلهم يقولون إن الدين طاعت رجل ويتأولون أحكام شرع كلها على شخص معين كما ستأتي مذاهبهم وأما من لم يقل بالنص على محمد ابن الحنفية فقال بالنص على الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال لا إمامة في الأخوين إلا الحسن والحسين رضي الله عنهما ثم اختلفوا فمنهم من أجرى الإمامة في أولاد الحسن فقال بعده بإمامة ابنه الحسن ثم ابنه عبد الله ثم ابنه محمد ثم أخيه إبراهيم الإمامين وقد خرج في أيام المنصور فقتل في أيامه ومن هؤلاء من يقول برجعت محمد الإمام ومنهم من أجرى الوصية في أولاد الحسين وقال بعده بإمامة ابنه علي ابن الحسين زين العبدين نصا عليه ثم اختلفوا بعده فقالت الزيدية بإمامة ابنه زيد ومذهبهم أن كل فاطمي خرج وهو عالم زاهد شجاع سخي كان إماما واجب الاتباع وجوزوا رجوع الإمامة إلى أولاد الحسن ثم منهم من وقف وقال بالرجعة ومنهم من صاق وقال بإمامة كل من هذا حاله في كل زمان وسيأتي فيما بعد تفصيل مذاهبهم وأما الإمامية فقالوا بإمامة محمد ابن علي الباقر نصا عليه ثم بإمامة جعفر ابن محمد الصادق وصية إليه ثم اختلفوا بعده في أولاده من المنصوص عليه وهم خمسة محمد وإسماعيل وعبد الله وموسى وعليه فمنهم من قال بإمامة محمد وهم العمارية ومنهم من قال بإمامة إسماعيل وأنكر موته في حياة أبيه وهم المباركية ومن هؤلاء من وقف عليه وقال برجعته ومنهم من ساق الإمامة في أولاده نصا بعد نص إلى يومنا هذا وهم الإسماعيلية ومنهم من قال بإمامة عبد الله الأفضح وقال برجعته بعد موته لأنه مات ولم يعقب ومنهم من قال بإمامة موسى نصا عليه إذ قال ولده سابعكم قائمكم ألا وهو سمي صاحب التوراة ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من اقتصر عليه وقال برجعته إذ قال لم يمت هو ومنهم من توقف في موته وهم المنطورة ومنهم من قطع بموته وصاق الإمامة إلى ابنه علي ابن موسى الرضا وهم القطعية ثم هؤلاء اختلفوا في كل ولد بعده فالاثنى عشرية ساقوا الإمامة من علي الرضا إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه علي ثم إلى ابنه الحسن ثم إلى ابنه محمد القائم المنتظر الثاني عشر وقالوا هو حي لم يمت ويرجعوا فيملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا وغيرهم ساقوا الإمامة إلى الحسن العسكري ثم قالوا بإمامة أخيه جعفر وقالوا بالتوقف عليه أو قالوا بالشك في حال محمد ولهم خبط طويل في سوق الإمامة والتوقف والقول بالرجعة بعد الموت والقول بالغيبة ثم بالرجعة بعد الغيبة فهذه جملة الاختلاف في الإمامة وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب إن شاء الله رقم اتنين الاختلاف في الأصول وأما الاختلاف في الأصول فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعت معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الإسواري في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر إلى القدر ونسج على منوالهم وواصل ابن عطاء الغزال وكانت الميز الحسن البصري وتلمل له عمر بن عبيد وزاد عليه في مسائل القدر وكان عمر من دعاة يزيد الناقص أيام بن عمية ثم والى المنصور وقال بإمامته ومدحه المنصور يوما فقال نثرت الحب للناس فلقته غير عمر ابن عبيد والوعيدية من الخوارج والمرجئة من الجبرية والقدرية ابتدأوا بدعتهم في زمن الحسن واعتزل واصل عنهم وعن أستاذه بالقول منه بالمنزلة بين المنزلتين فسميه واصحابه معتزلة وقد تلمذله زيد ابن علي وأخذ الأصول ولذلك صارت الزيدية كلهم معتزلة ومن رفض زيد ابن علي لأنه خالف ماذا باءه في الأصول وفي التبري والتولي وهم من أهل الكوفة وكانوا جماعة سموا رافضة ثم لعب بعد ذلك شيوخر معتزلة كتب الفلاسفة حيث نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام أفردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها وهي مسألة الكلام فسمي النوع باسمها وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام متأرادفان وكان أبو الهذيل العلاف شيخهم الأكبر وفق الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته وكذلك قادر بقدرة وقدرته ذاته وأبدع بدعا في الكلام والإرادة وأفعال العباد والقول بالقدر والآجال والأرزاق كما سيأتي في حكاية مذهبه وجرت بينه وبين هشام بن الحكم مناظرات في أحكام التشبيه وأبو يعقوب الشحام والآدمي صاحب أبي الهذيل وافقا في ذلك كله ثم إبراهيم ابن سيار النظام في أيام المعتصم كان غلى في تقرير مذاهب الفلاسفة وانفرض عن السلب ببدع في القدر والرفض وعن أصحابه بمسائل نذكرها ومن أصحابه محمد ابن شبيب وأبو شمر وموسى بن عمران والفضل الحالثي وأحمد ابن خابط وافقه الأسواري في جميع ما ذهب إليه من البدع وكذلك الإسكافية أصحاب أبي جعفر الإسكافي والجعفرية أصحاب الجعفر ابن جعفر ابن ببشر وجعفر ابن حرب ثم ظهرت بدع بشر ابن المعتمر من القول بالتولد والإفراد فيه والميل إلى الطبيعيين من الفلاسفة والقول بأن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل وإذا فعل ذلك فهو ظالم إلى غير ذلك مما تفرد به عن أصحابه وتلمذ له أبو موسى المردار الراهب المعتزلة وانفرد عنه بإبقال إعجاز القرآن من جهة الفصاحة والبلاغة وفي أيامه جرت أكثر التجديدات على السلف لقولهم بقدم القرآن وتلمذ له الجعفران وأبو زفر ومحمد ابن سويد صاحب المردار وأبو جعفر الإسكافي وعيسى بن الهيسن صاحب جعفر ابن حرب الأشق وممن بالغ في القول بالقدر هشام ابن عمر الفوطي والأصم من أصحابه وقضح في إمامة علي رضي الله عنه بقولهما إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم والفوطي والأصم اتفق على أن الله تعالى يستحيل أن يكون عالما بالأشياء قبل كونها ومنع كون المعدوم شيئا أبو الحسين الخياط وأحمد ابن علي الشطوي صاحب عيسى الصفي ثم لزم أبا مجالد وتلمذك عبيل أبو الحسين الخياط ومذهبه بعينه مذهب وأما معمر ابن عباد السلمي وثمام ابن أشهرس النميري وأبو عثمان عمر ابن بحر الجاحز فكانوا في زمان واحد متقاربين فالرأي والاعتقاد منفردين عن أصحابهم بمسائل في موضعها الجبائي وابنه أبو هاشم والقاضي عبدالجبار وأبو الحسن البصري قد لخصوا طرق أصحابهم وانفرضوا عنهم بمسائل ستأتي أما رونك الكلام فابتدؤوه من الخلفاء العباسيين هارون والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وانتهاؤه من الصاحب ابن عباد وجماعة من الديالمة وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين مثل ضرار ابن عمر وحفظ الفرد والحسين النجار ومن المتأخرين خلفوا الشيوخ في مسائل ونبغ منهم جهم ابن صفوان في أيام نصر ابن سيار وأظهر بدعته في الجبر بترمغ وقتله سالم ابن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمر رابعا الاختلاف بين المعتزلة والسلف كانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلافات في الصفات وكان السلف يناظرونهم عليها لا على قانون كلامي بل على قول إقناعي ويسمون الصفاتية فمن مثبت صفات البار اتعالى معاني قائمة بذاته ومن مشبهة صفات أهو بصفات الخلق وكلهم يتعلقون بظاهر الكتاب والسنة ويناظرون المعتزلة في قدم العالم على قول ظاهر وكان عبدالله بن سعيد الكلابي وأبو عباس قلنسي والحارس بن أسد المحاسبي أشبههم إتقانا وأمتنهم كلاما وجرت مناظرة بين أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري وبين أستاذه أبي علي الجبائي في بعض مسائل التحسين والتغبيح فألزم الأشعري أستاذه أمورا لم يخرج عنها بجواب فأعرض عنه وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية فصار ذلك مذهبا منفردا وقررت طريقته جماعة من المحققين مثل القاضي أبي بكر البقلاني والأستاذ أبي إسحاق الإسفرئيني والأستاذ أبي بكر ابن فورك وليس بينهم كثير اختلاف ونبغ رجل متنمس أي متستر بالزهد من سجستان يقال له أبو عبد الله محمد ابن كرام قليل العلم قد قمش من كل مذهب ضغصا وأذبته في كتابه أي أخذ رغالة كل مذهب وأذبته في كتابه وروجه على أغتام أي على غير إفصاح في غرجة وغور وسواد بلاد خرسان فانتظن موسه وصار ذلك مذهبا وقد أنصره محمد ابن سبكستين السلطان وصب البلاء على أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم وهو أقرب مذهب إلى مذهب الخوارج وهم مجسمة وحاش غير محمد ابن الهيث فإنه مقارب صلى الله على المدى الله عليه وسلم المقدمة الخامسة في كتاب الملل والنحل في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب وفيها إشارة إلى مناهج الحساب يقول الإمام الشهرستاني لما كان مبنى الحساب على الحصر والاختصار وكان غرضي من تأليف هذا الكتاب حصر المذاهب مع الاختصار اخترت طريق الاستفاء الترتيب وقررت أغراضي على منهجه تقسيما وتبويبا وأردت أن أبين كيفي طرق هذا العلم وكمية أقسامه لألا يظن بي أني من حيث أنا فقيه ومتكلم أجنبي النظر في مسالكه ومراسمه عجمي القلم بمداركه ومعلمه فأخرت من طرق الحساب أحكمها وأحسنها وأقمت عليه من حجج البرهان أو ضحة وأمتنها وقدرتها على علم العدد وكان الواضع الأول منه استمداد المدد فأقول مراتب الحساب تبتدئ من واحد وتنتهي إلى سبع ولا تجاوزها البتة أي الكلام على سبع مراتب المرتبة الأولى صدر الحساب وهو الموضوع الأول الذي يرد عليه التقسيم الأول وهو فرد لا زوج له باعتبار وجملة يقبل التقسيم والتفصيل باعتبار فمن حيث أنه فرد فهو لا يستعدعي أخت تسويه في الصور والمدة ومن حيث هو جملة فهو قابل للتفصيل حتى ينقسم إلى قسمين وصورة المدة يجب أن تكون من الطرف إلى الطرف ويكتب تحتها حشوا مجملات التفصيل ومرسلات التقدير والتقرير والنقل والتحويل وكليات وجوه المجموع وحكايات الإلحاق والموضوع ويكتب تحتها بارزا من الطرف الأيسر كميات مبالغ المجموع المرتبة الثانية منها الأصل وشكلها محقق وهو التقسيم الأول الذي ورد على المجموع الأول وهو زوج ليس بفرد ويجب حصره في قسمين لا يعدوان إلى ثالث وصورة المدة يجب أن تكون أقصر من الصدر بقليل الجزء أقل من الكل يكتب تحتها حشوا ما يخصها من التوجيه والتنويع والتفصيل ولها أخت تسويها في المدة وإن لم يجب أن تسويها في المقدار المرتبة السالحة من ذلك الأصل وشكله محقق أيضا وهو التقسيم الثاني الذي ورد على الموضوع الأول والثاني وذلك لا يجوز أن ينقص عن قسمين ولا يجوز أن يزيد على أربعة أقسام ومن جاوز من أهل الصنعة فقد أخطأ وما علم وضع الحساب وفنذكر السبب فيه وصورته ومدته أقصر من مدة منها الأصل بقليل وكذلك يكتب تحتها ما يليق بها حشوا وبارزا المرتبة الرابعة منها المطموس وشكلها كذا وذلك يجوز أن يجاوز الأربعة وأحسن الطرق أن يختصر على الأقل ومدتها أقصر مما مضى المرتبة الخامسة من ذلك الصغير وشكلها كذا حرف الصاد وذلك يجوز إلى حيث ينتهي التقسيم والتبويب والمدة أقصر مما مضى المرتبة السادسة منها المعوج وشكلها كذا بصلة وذلك أيضا يجوز إلى حيث ينتهي التفصيل المرتبة السريعة من ذلك المعقد وشكلها كذا لم ولكن يمد من الطرف إلى الطرف لا على أنه صدر الحساب بل من حيث أنه النهاية التي تشاكل البداية فهذه كيفية صور الحساب نقشا وكمية أبوابها جملة ولكل قسم من الأبواب أخت تقابله وزوج يسويه في المدة لا يجوز إخفار ذلك بحال والحساب تاريخ وتوجيه والآن نذكر كمية هذه الصورة وانحصار الأقسام في سبع ولما صار العدد أول فردا لا زوج له في الصورة ولما انحصر منها الأصل في قسمين لا يعدوان إلى ثالث ولما انحصر من ذلك الأصل في أربعة أقسام ولما خرجت الأقسام الأخر عن الحص فأقول إن العقلاء الذين تكلموا في علم العدد والحساب اختلفوا في الواحد أهو من العدد أم هو مبدأ العدد وليس داخلا في العدد وهذا الاختلاف إنما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد فالواحد يطلق ويراد به ما يتركب منه العدد فإن الاثنين لا معنى لها إلا واحد مكرر أول تكرير وكذلك الثلاثة والأربعة ويطلق ويراد به ما يحصل منه العدد أي هو علته ولا يدخل في العدد أي لا يتركب منه العدد قد تلازم الواحدية جميع الأعداد لا على أن العدد تركب منها بل كل موجود فهو جنسه أو نوعه أو شخصه واحد يقال إنسان واحد وشخص واحد وفي العدد كذلك فإن الثلاثة في أنها ثلاثة واحدة فالواحدية بالمعنى الأول داخل في العدد وبالمعنى الثاني علة للعدد وبالمعنى الثالث ملازمة للعدد وليس من الأقسام الثلاثة قسم يطلق على الباري تعالى معناه فهو واحد لا كالأحد أي هذه الوحدات والكثرة منه وجدت ويستحيل عليه الإنقسام بوجه من وجوه القسمة وأكثر أصحاب العدد على أن الواحد لا يدخل في العدد فالعدد مصدره الأول اثنان وهو ينقسم إلى زوج وفرد فالفرد الأول ثلاثة والزوج الأول أربعة وما وراءه الأربعة فهو مكرر كالخمسة فإنها مركبة من عدد وفرد وتسمى العدد الدائر والستة مركبة من فردين وتسمى العدد التام والسبعة مركبة من فرد وزوج وتسمى العدد الكامل والثمانية مركبة من زوجين وهي بداية أخرى وليس ذلك من غرضنا فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي هو علة العدد وليس يدخل فيه ولذلك فهو فرد لا أختله ولما كان العدد مصدره من اثنين صار منها المحقق محصورا في قسمين ولما كان العدد منقسما إلى فرد وزوج صار من ذلك محصورا في أربعة فإن الفرد الأول ثلاثة والزوج الأول أربعة وهي النهاية وما عداها مركب منها فكان البصائط العامة الكلية في العدد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وهي الكمال وما زاد عليها فمركبات كلها لا حصر لها فلذلك لا تنحصر الأبواب الأخر في عدد معلوم بل تتناهى بما ينتهي به الحساب ثم تركيب العدد على المعدود وتقدير البسيط على المركب فمن علم آخر وسنذكر ذلك عند ذكرنا مذاهب قدماء الفلاسفة وماذا بعد هذه المقدمات الخمس إذا نجزت المقدمات على أوفى تقرير وأحسن تحرير شرعنا في ذكر مقالات أهل العلم من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا لعله لا يشهد من أقسامها مذهب ونكتب تحت كل باب وقسم ما يليق به ذكرا حتى يعرف لما وضع ذلك اللفظ لذلك الباب ونكتب تحت ذكر الفرق المذكورة ما يعم أصنافها مذهبا واعتقادا وتحت كل صنف ما خصه وانفرض به عن أصحابه ونستوفي أقسام الفرق الإسلامية 73 فرقة ونقتصل في أقسام الفرق الخارج عن الملة الحنفية على ما هو أشهر وأعرف أصلا وقاعدة فنقدم ما هو أولى بالتقديم ونؤخر ما هو جدير بالتأخير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة الحلقة الثالثة مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل من الفرق الإسلامية وغيرهم ممن له كتاب منزل محقق مثل اليهود والنصارى وممن له شبهة كتاب مثل المجوس والمانوية وممن له حدود وأحكام دون كتاب مثل الفلاسفة الأول والدهرية وعبدة الكواكب والأوثان والبراغمة نذكر أربابها وأصحابها وننقل مآخذها ونصادرها عن كتب طائفة طائفة على موجب استلحاتها بعد الوقوف على مناهجها والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها ثم إن التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإذات هو قولنا إن أهل العالم انقسموا من حيث المذاهب إلى أهل الديانات وإلى أهل الأهواء فإن الإنسان إذا اعتقد عقدا أو قال قولا فإما أن يكون فيه مستفيدا من غيره أو مستبدا برأيه فالمستفيد من غيره مسلم مطيع والدين هو الطاعة والمسلم المطيع فهو المتدين والمستبد برأيه محدث مبتدع وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شق يمرؤ عن مشورة ولا سعد باستبداد برأي وربما يكون المستفيد من غيره مقلدا قد وجد مذهبا اتفاقيا بأن كان أبواه أو معلمه على اعتقاد باطل فيتقلده منه دون أن يتفكر في حقه وباطله وصواب القول فيه وخطئه فحين إذن لا يكون مستفيدا لأنه ما حصل على فائدة وعلم ولا اتبع الأستاذ على بصيرة ويقين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شرط عظيم فليعتبر وربما يكون المستبد برأيه مستنبطا مما استفاده على شرط أن يعلم موضع الاستنباط وكيفيته فحين إذن لا يكون مستبدا حقيقة لأنه حصل العلم بقوة تلك الفائدة تعلمه الذين يستنبطونه منهم ركن عظيم فلا تغفل فالمستبدون بالرأي مطلقا هم المنكرون للنبوات مثل الفلاسفة والصابقة والبراهمة وهم لا يقولون بشرائع وأحكام أمرية بل يضعون حدودا عقلية حتى يمكنهم التعايش عليها والمستفيدون هم القائلون بالنبوات ومن كان قال بالأحكام الشرعية فقد قال بالحدود العقلية ولا ينعكس صلى الله على محمد الملل والنحل تمهيد أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب وممن له شبهة كتاب نتكلمها هنا في معنى الدين والملة والشرعة والمنهاج والإسلام والحنيفية والسنة والجماعة فإنها عبارات وردت في التنزيل ولكل واحدة منها معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحا وقد بينا معنى الدين أنه الطاعة والانقياد وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقد يرد بمعنى الجزاء يقال كما تدين تدان أي كما تفعل تجازة وقد يرد بمعنى الحساب يوم المعاد والتناد قال تعالى ذلك الدين القيم فالمتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التناد والمعاد قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ولما كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامة معاشه والاستعداد لمعاده وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هو أهله ويحصل بالتعاون ما ليس له صورة الاجتماع على هذه الهيئة هي الملة والطريق الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة والسنة والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولن يتصور وضع الملة وشرع الشرعة إلا بوضع شارع يكون مخصوصا من عند الله بآيات تدل على صدقه وربما تكون الآية مضمنة في نفس الدعوة وقد تكون ملازمة وربما تكون متأخرة ثم أعلم أن الملة الكبرى هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وهي الحنيفية التي تقابل الصبوة تقابل الأقضاد وسنذكر كيف ذلك إن شاء الله تعالى قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به موح والحدود والأحكام ابتدأت من آدم وشيث وإدريس عليه مجميعا السلام ختمت الشرائع والملل والمناهب والسنن بأكملها وأتمها حسنا وجمالا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قيل خص آدم بالأسماء وخص نوح بمعاني تلك الأسماء وخص إبراهيم بالجمع بينهما ثم خص موسى بالتنزيل وخص عيسى بالتأويل وخص المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما على ملة أبيكم إبراهيم ثم كيفية التقرير الأول والتكميل بالتقرير الثاني بحيث يكون مصدقا كل واحد ما بين يديه من الشرائع الماضية والسنن السالفة تقديرا للأمر على الخلق وتوفيقا للدين على الفطرة فمن خاصية النبوة لا يشاركهم فيها غيرهم وقد قيل إن الله عز وجل أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دينه وبدينه على خلقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الملل والنحل والفرق والمذاهب الحلقة الرابعة المسلمون وفرقهم نتناول في هذه الحلقة معنا الإيمان والإحسان وأهل الأصول المختلفون في التوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا قد ذكرنا معنى الإسلام ونفرقها هنا بينه وبين الإيمان والإحسان ونبين ما المبدأ وما الوسط وما الكمال بالخبر المعروف في دعوة جبريل عليه السلام حيث جاء على صورة أعربي وجلس حتى ألسق رجبته برجبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت ثم قال ما الإيمان قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت ثم قال ما الإحسان قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت ثم قال متى الساعة قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم قام وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم ففرق في التفسير بين الإسلام والإيمان والإسلام قد يريد بمعنى الاستسلام ظاهرة ويشترك فيه المؤمن والمنافق قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ففرق التنزيل بينهما فإذا كان الإسلام بمعنى التسليم والانقياد ظاهرا موضع الاشتراك فهو المبدأ ثم إذا كان الإخلاص معه بأن يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويقر عقدا بأن القدر خيره وشره من الله تعالى بمعنى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كان مؤمنا حقا ثم إذا جمع بين الإسلام والتصديق وقرن المجاهدة بالمشاهدة وصار غيبه شهادة فهو الكمال فكان الإسلام مبدأ والإيمان وسط والإحسان كمالا وعلى هذا شمل لفظ المسلمين الناجي والهالك وقد يرد الإسلام وقرينه الإحسان قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وعليه يحمل قوله تعالى ونضيط لكم الإسلام دينا وقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقوله فلا تموت إلا وأنت مسلمون وعلى هذا خص الإسلام بالفرقة الناجية والله أعلم ثانيا أهل الأصول المختلفون في التوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل نتكلمها هنا في معنى الأصول والفروع وسائر الكلمات قال بعض المتكلمين الأصول معرفة الباري تعالى بوحدة نيته وصفاته ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي من الأصول ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسما إلى معرفة وطاعة والمعرفة أصل والطاعة فرع فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصوليا ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيا فالأصول هو موضوع علم الكلام والفروع هو موضوع علم الفقه وقال بعض العقلاء ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاكتهاد فهو من الفروع وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفطية إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له وقال أهل العدل إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسم ولا صفة له وواحد في أفعاله لا شريك له فلا قديم غير ذاته ولا قسيم له في أفعاله ومحال وجود قديمين ومقدور بين قادرين وذلك هو التوحيد وأما العدل فعلى مذهب أهل السنة أن الله تعالى عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في ملكه وملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فالعدل وضع الشيء موضعه وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم وظلم بضده فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم فالتصرف وعلى مذهب أهل الاعتزال العدل ما يقضيه العقل من الحكمة وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة وأما الوعد والوعيد فقد قال أهل السنة الوعد والوعيد كلامه الأزلي وعد على ما أمر وأوعد على ما نهى فكل من نجى واستوجب الثواف بوعده وكل من هلك واستوجب العقاف بوعده فلا يجب عليه شيء من قضية العقل وقال أهل العدل لا كلام في الأزل وإنما أمر ونهى وأوعد بكلام محدث فمن نجى فبفعله استحق الثواب ومن خسر فبفعله استوجب العقاب والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك وأما السمع والعقل فقد قال أهل السنة الواجبات كلها بالسمع والمعارف كلها بالعقل فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضي ولا يوجب والسمع لا يعرف أي لا يوجد المعرفة بل يوجب وقال أهل العدل المعارف كلها معقولة بالعقل واجبه بنظر العقل وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع والحصن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح فهذه القواعد هي المسائل التي تكلم فيها أهل الرسول وسنذكر كل طائفة مفصلا إن شاء الله تعالى لكل علم موضوع ومسائل نذكرهما بأقصى الإمكان إن شاء الله تعالى ثالثا المعتزلة وغيرهم من الجبرية والصفاتية والمختلطة منهم الفريقان من المعتزلة والصفاتية متقابلان تقابل التضاد وكذلك القدرية والجبرية والمرجئة والوعيدية والشيعة والخوارج وهذا التضاد بين كل فريق وفريق كان حاصلا في كل زمان ولكل فرقة مقالة على حيالها وكتب صنفوها ودولة عاونتهم وصولت أوعاتهم فاصل قصير ونلتقي مع فرقة المعتزلة لا تنسوا الاعجابة للمشاهدة والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة